رح نبدأ مع العمة خلي نشوف شنه اللي يزعجها بالنسبة للكنة عندما تدخل البيت يعني أبرز ما يزعج العمة من دخول الشنة للبيت رح نشوف سألنا بعض الأمهات وكان هذا التقرير اللي هو التقرير الأول لهذا اليوم شون رايش بالمثل يقول الشنة وتحب العمة تفاهم يزدخل الشنة ليش مو بالعكس ليش ما تقول تشنة لو تحب العمة تشاد خل تجنة بل تجد خل تجنة الخلاف غير لازم لو تكون فاهية لو تسوي نفسها تتعاجز لو تتدلل أي شوفوا بيت أهلها مدللة أو ما مدللة لو بالعكس هو ما تنعرف يعني هو كل واحدة تريد تثبت نفسها بالبيت يعني مثل ما يقولون السفينة لما يصير بها بحارين تغرق فأني عندي خصوصية وأريد أمشي البيت مثل ما أنا أشوف واللي تشنة هم تريد تمشي بيتها مثل ما هي تشوف فليهذا يصير خلاف يعني أنه كل واحدة ملكة ببيتها يعني الموبايل هذا طلع عنا جديد هذا الموبايل إذا لزمته إذا لزمته تشنة غالعجوز تتنفرز من هذا الشي بتعرف بعض إذا قابت لها مثلا شنو لازم تلينو نرى يا بأنا أراسل بأمي أراسل بأحد من أقاربي أراسل مثلا بأحد ديابع وفيق ومع لشغل البيت أصير مشاكل البيانات تشنة موزينة تشنة تحاسب العمى وتضربها تضربها ويمكن اليوم تخرب بينها وبين رجلها أي دائما تخرب بينها وبين رجلها أو توز رجلها على أمه والابن يجي يغلط ويعد ويصف على أمه ليش زين ليش مو هذه دارتها وتعبت عليها مثل ما يقول كبرت بدبوع عيونها بالآهات والآلام بالخير والفقر يعني دارتها وبعدين أنت تسرعت بعدين عن أمه ليش حتى أنت يعني السيطرين على هالوضع عندنا ومنصر خلافات مصر زعل شو سوي أخليها على راحتها أخليها على راحتها حتى أمصر مشاكل هي أمني كيف تحس وتقوم الحال أقعد أحد وأخلاصل عنده وأني أقعد أحد يعني أنا بالنسبة إلي يا إبني وقايلت له أنه حتى يبقى الإحترام بيني وبين بنت العالم والشي اللي ما قبل على بنتي ما قبل على بنت العالم فأقعد أحد أفضل لي من ما أقعده وياي حتى لو هي تريد تغير ما يتغير أبني نين تربيته أعرف أنها شنو هي أكثر شي يزعج العم شنو إذا تجن نظر نايمة أنا أحب أمشي بيتي مثل ما أنا أشوف وما أقبل أنه أحد يغير من عنده شي الرجال شنو دوره؟ يعني عند الرجال شخصيته قوية لو شخصيته ضعيفة؟ طبعاً إذا شخصيته قوية هو يفرض نفسه على الكل وذا ضعيفة بعد المرض كفوخ بك